بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصوا اني هو الشيخ محمد تقريبا بي احتفل بي بصوا جايب لي كام لعبة بقى يعني تلات تلات لعب والله ما ولنا ربنا يبرك لك انا بصوا انا مش عارف بقى لعب بقانين النهاردة بس احنا ممكن نختاريني واحدة ده؟ مش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا وقبل اي حاجة طبعا الحمد الله على سلامة الشيخ محمد شهيد وسانيا الحمد لله ان ربنا رزق القناة بي مرة تانية عشان طبعا من غيري كانت وحشة جدا ولا يا مولانا؟ الله يبرك لي على فكرة مش مهندس انا انا لاحظت ان القناة الفترة اللي فاتت المتابعين قالوا فيها شوية جدا جدا بصراح جدا هنعمل ايه طي؟ هنعمل ايه لما رزقنا الاخلاص يا رب طيب كلنا لو بصنا في السماء هنشوف نجوم النجوم اللطيفة دي حد فكر فيها قبل كده يعني حد فكر مثلا ان هي بتروح فين وبتيجي منين ايه انا مش عاوسك تستغرب احنا لازم نشوف الموضوع ده النهاردة احنا مش هنسيب بقى كل حاجة كده في الكون تمشي على حل شعرها واحنا ساكتين ولما اخذ يعني اللي عنده نجمة يلمها انا حسن مصطفها من برنامج تحليل من قناة الدعوة الاسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بص يا ريس طول عمرنا عارفين ان النجوم دي سبتة مكانها يمكن هي تكون في مكان وانت تشوفها في مكان تاني عشان عامل المسافة وده مش مشكلة ماشي لكن انها بتتحرك وبتتحرك كمان لاشخاص معينين ده بقى الجديد فاحنا هنشوف الكلام ده حسب الكتاب المقدس وحسب القرآن وحسب العلم الحديث لو رجعنا الكتاب المقدس كده مثلا هنلاقي الموضوع ده وبيقول في ايه هنلاقي بيقول مثلا حسب انجيل متى الاصحي التاني ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في ايام هيرودوس الملك اذا مجووس من المشرق جاءوا الى ارشالين قائلين اين هو المولود ملك اليهود فاننا رأينا نجمه في المشرق واتينا لناس جودة له فلما سمع هيرودوس الملك اضطرب وجميع ارشالين معه فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبت الشعب وسألهم اين يولد المسيح فقالوا له في بيت لحم في بيت لحم اليهودية لانه هكذا مكتوب بالنبي وانت يا بيت لحم ارض يهوذة لست الصغرى بين رؤساء يهوذة لان منك يخرج مدبر يرعى شعب اسرائيل حين اذن دعا هيرودوس المجووس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر ثم ارسلهم الى بيت لحم وقال ذهبوا وافحصوا بالتطقيق عن الصبيح ومتى وجدتموه فاخبروني لكي اتي انا ايضا واسجد له فلما سمعوا من الملك ذهبوا واذا النجم الذي رأوه في المشرك يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبيح فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا واتوا الى البيت ورأوا الصبية مع مريم امه فخروا وسجدوا له ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومران يعني الكلام باختصار هنا ان هما كانوا عاوزين يعرفوا المسيح هيتولد فين قالوا له في بيت لحم والغريب انهم كانوا مستنيين النجم اللي هيجي في المكان اللي هيتولد فيه فهم شافوا النجم ده ناحية المشرق ازاي بقى هيتولد في بيت لحم والنجم في ناحية المشرق اما النجم يا سيدي ماسكتش فضل ماشي ماشي لحد دم ما جيه فوق المكان اللي هيتولد فيه المسيح بالظبط ووقف فرحوا بقى والدنيا فول زي ما اسمعنا كده لو عرضنا احنا بقى الكلام ده على العلم الحديث هنلاقي ان طبعا ما فيش اهي حاجة اسمها كده المسافة بين الارض والنجوم اصلا سنين ضوئية فانت مستحيل اصلا تشوف النجم واقف فين بالظبط وهيتحرك لفن بالظبط مستحيل اصلا تشوف النجم ان هو يقف فوق مكان معين بعين ده غير بقى نقطة ان النجم لا يتحرك اصلا النجم ممكن يخرج منه نيازك او شهب لكن هو نفسه يتحرك ده ما بيحصلش وبالتالي من هنا هنعرف ان ده عبارة عن اسطورة قصة كده اسطورية ملاهاش اي اساس من الصح لكن السؤال المهم بقى اعتقاد ان الشخصيات العظيمة لما تتولد بيجي النجم وبيشاور عليها وبيقف فوق ايها وفوق المكان اللي بيتولد فيه اللي اعتقاد ده جي منين ما تجاوب يا ابن انت هو انا وانا انا انا بتعمل ايه احنا لو سألنا الايموج الجميل ده الكلام ده بيجي منين هنلاقي بيقولنا ايه هنلاقي ان الكلام ده اسطوري جدا وتقال في اساطير قديمة وحسب اساطير قديمة جدا بتقول ان الرجال العظماء بيبشر ولادتهم عن طريق النجوم وعشان كده يجبرها تلاقي الكلام ده متقال من علماء المسيحية نفسهم يعني واحد مثلا زي جون جيكي واللي هو راجل اسكتلندي المعروف وواحد من اكبر رجال الدين في العالم بيقول ايه بقى قالك في كتابه عن حياة المسيح كان في الحقيقة يعتقد عالميا ان الاحداث غير العادية ولا سيام ولادة الرجال العظماء وموتهم يبشروا بها بظهور النجوم وكثير من المذنبات او عن طريق التقاء الاجرام السماوي الراجل هنا بيقول بكل وضوح ده عبارة عن فكرة اسطورية واعتقاد قديم ان رجال العظماء بيبشر بوجودهم عن طريق النجوم فمتيالي كده انت تعرفت يعني من اللي قال في النص ده جاب الفكرة دي من ايه اما بقى لو عرضنا موضوع النجوم ده على الاسلام اللي بيقول ايه اول حاجة بس قبل ما نبدأ ونقول الاسلام بيقول في ايه فيه اعتراض هيتقال دلوقتي وهو حديث نجم احمد وده عبارة عن حديث بيقول عن حسان بن ثابت رضي الله عنه السمات يهوديا يصرخ باعلى صوته يا معشر يهود حتى اذا اجتمعوا اليه قالوا له ويلك ما لك قال طلع الليلة نجم احمد الذي ولد به الله طب ما هو يا عم حسان ما هو ما هو بيقول لك برضو يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جيت ولد ظهر له نجم اما انت جاي بقى على الانجلي كده الحقيقة الصديقي ان ده مش حديث اصلا يعني سند ومش صحيح خالص ولو رجعنا السند مع بعض اللي هم يعني سلسلة الرجال اللي بتوصل لنا للنص ده وتتقالي ازاي بالظبط ومن مين عن لقيه بيقول قال ابن اسحاق وحدثني صالح ابن ابراهيم ابن عبدالرحمن ابن عوف عن يحيى بن عبدالله ابن عبدالرحمن ابن سعد ابن زارة الانصاري قال حدثني منشئت من رجال قومي عن حسان ابن ثابت منشئت يا صديقي من رجال قومي دي دي حضرتك مش سند اصلا مفيش حاجة اسمها منشئت من رجالي كذا مفيش حاجة اسمها كده كإني مثلا واحد جي قال لك على فكرة اسمعت ان بكرة اسر الاصد هيغلب ده مش خبر ولا هو حاجة اصلا واحد بيقول لك سمعت يعني ولا قال مين ولا قال المصدر ولا قال ليه ولا قال اي حاجة فهو مش حديث اصلا طيب لو عرضنا بقى صورة النجوم على القرآن هنلاقي بيقول ايه في موضوع ان النجم يعني بيتحرك وكده والله يا صديقي هنلاقي الآيات هنا واضحة جدا فمثلا هنلاقي ربنا عز وجل بيقول ان النجوم بيهتدي بها الانسان في الاتجاهات وده معناه انها سابتة في مكانها عشان يعرف يهتدي بيها ما هي لو بتتحرك مش هيعرف منها او من خلالها مكان معين وده اللي ظاهر في قوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون بس يا سيدي لا مش بس الحلقة خلصت يعني بس الموضوع ده خلص وانا ما بحبش اروح بدر انت عارف تعالى كده نشوف موضوع تاني والموضوع التالي ده برضه هيبقى عن الطبيعة عشان ما نبعدش بعيد يعني وبما ان الجو حر بقى وكلنا عاوزين هوا فتعال نتكلم شوية عن الرياح وعن الارصاد اه يمكن ترضى عننا وتجي تهب شوية ولا حاجة هو الكتاب المقدس بيقول ايه في الرياح؟ حسب سفر الرؤية الاصحاح السابع العدد الاول بيقول وبعد هذا رأيته اربعة ملائكة واقفين على اربع زوايا الارض ممسكين اربع رياح الارض لكي لا تهب ريح على الارض ولا على البحر ولا على شجرة الماء يعني من الاخر كده بيقولك ان في اربع ملائكة كل ملك منهم مسك حتة من الارض اللي هو الطرف اطراف الارض وبعدا عن ان الارض يعني ملهاش اطراف وان اربع زوايا الارض دي يعني الارض مسطحة بس احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده احنا النهاردة بنتكلم في موضوع الرياح بس فهو هنا بيقولك ان في اربع ملائكة كل ملك منهم على طرف من اطراف الارض الاربعة وكل ملك منهم ماسك طرف من اطراف الرياح على فكرة انا مش بستهزق والله هو ده فعليا كلام الكتاب المقدس طيب الرياح بقى بتتحرك ازاي اللي هو يعني بتروح فين وبتيجي منين وكده احنا مش هنسبها سايبة كده اه هنلاقي هنا مسلا سفر الجامعة بيقولك في الاصحاح الاول عدد ستة الريح تذهب الى الجنوب وتدور الى الشمال تذهب دائرة دورانها والى مداراتها ترجع الريح يعني بيقولك من الاخر كده ان الريح باختصار بتلف دايرة كده لتروح للجنوب وبتدور للشمال ودائرتها دي بترجع في الاخر لنقطة البداية تاني ومن هنا نطلع بصورة مختصرة من الكتاب المقدس عن الريح وهي ان الريح عبارة عن مسكها اربع ملايكة على اربع زوايا الارض والريح بتلف في دايرة وترجع تاني طيب هل الكلام ده صح طبعا علميا مش محتاج اقولك يعني ان ده بلح لكن الاهم بقى هم جايبين الكلام ده منين النص ده لما جيت حرف صاحب النص ده قالوا عن طريق ايه جاب الفكرة منين اصلا هنلاقي انه هنا متأثر جدا جدا بالحضرات القديمة وتصورها عن الرياح ونقل منهم يا صديقي كوبي بست تمركز معي اللي ولو رجعنا المصادر اللي بتتكلم عن صورة الرياح عند القدماء هنلاقي واثقتين اشوريتين باسم كبات سار بتتكلم عن دائرة الرياح باسم دائرة الرياح الاربع دائرة الرياح الاربع وفي ملحمة نينورتا الاشورية نفس الموضوع الملك الاشوري حسب الوثيقة قام بالسيطرة على دائرة الرياح الاربع دائرة ورياح واربع برضو شوف يا اخي الصدف سبحان الله اظن دلوقتي الموضوع يوضح بالنسبة لك بشكل كبير الكلام ده كلام الاله فعلا ولا مؤلف من بشر ووضح لك كمان هو منقول منين كوبي بست اما لو جينا بقى لشكل الرياح حسب القرآن الكريم فهتلاقي طبعا مفيش الكلام ده خالص ولكن هنلاقي قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكروا فنلاقي ان حسب القرآن الرياح هي اللي بتحرك الصحب دي ودي حاجة معروفة علمية ولكن من ادارش نقول انها اعجاز علمي لان بصراحة كانت معروفة في اغلب علم الامم السابقة وهنلاقي برضو قوله تعالى عن الرياح وارسلنا الرياح على واقحة فانزلنا من السماء ماء فاسقى هناكمون وما انتم له بخازنين وهنا ده بمعنى ان الرياح بتلقح النباتات ودي حاجة طبعا معروفة علميا ان الرياح بتساعد في تلقاح النباتات باختصار مفيش اي حاجة في القرآن بتتكلم عن الرياح بصورة اسطورية او خرافية بل كلها ايات بتوافق العلم تماما فطبعا فرق كبير جدا من كلام الله وبين كلام البشر ويدعون انه كلام الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا بس يا سيتي شو لك بقى اعمل لايك وكومنته كده عشان اكيد طبعا انا وحشتك وطبعا طبعا يعني هتعمله من غير ما اقولك ولا ايه استناني بقى في الحلقة الجاية ان شاء الله من سلسل التحاليل السلام عليكم اشتركوا في القناة